أعلنت وزارة الداخلية إفراج قطاع الحماية المجتمعية عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك ارتفعت تكبيرات العيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة والتي تركز في أحد محاولها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيداً على معايير حقوق الإنسان وقد شهدت صلاة العيد حضور قيادة قطاع الحماية المجتمعية وعدداً من شيوخ الأزهر كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة عيد الفطر من حسن الطالع في ذلك اليوم أننا بعد انتهاء شعيرة العيد وجدنا عيداً آخر من الصغور والبهجة أيضاً بتشريف إخواننا الأقباط شركاؤنا في النسيج الوطني فإحنا في نسيج واحد في وطن واحد بروح واحدة بسماء واحدة برب واحد فدايماً بنقدم لبعض كل حب وكل ود من خلال الأعياد امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة مفرج عنهم فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 104 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك أول ما سمحت الخبر طبعاً فرحة جميلة وصحابي وناسي وأنا فرحة أنا بنروح علي عيلي بالسلامة ونشكر سيدنا الرئيس على المعاملة كمان اللي هنا جميلة جداً من كتر فرحة أنا مكنش مسدى نفسي والله بجد مكنش مسدى نفسي خالص إن أنا طالع نشكر سيدنا الرئيس على عفو اللي هو عمل هنا اللي خلينا نقضي العيد وسط أهلينا ونفرح معهم أنا فرحانة جداً النهاردة أننا طلع في وسط أيالي وأهلي سلاسة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحداث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل هذه المراكز مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية تعلمنا أهم حاجة الأول الصبر والصلاة والصيام مبسوط طبعاً بالعافوة اللي جلنا دوت ومبسوط أنها روح لأهلي وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحت العيد على النزلاء وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خطوات جديدة يخطوها المفرج عنهم لبداية حياة جديدة حيث كان في استقبالهم دويهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بفرحة كبيرة وأشادوا بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم إلى أهضانهم كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وملامسوه من استعداد لديهم لبداية حياتهم الجديدة مبسوطة جداً 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 إن ابن الحظ الحمد لله وباشكر ربنا وباشكر باستر رئيس يمطلع لابني بالسلام عاستر ابن اتغار للأحسن ويطالع من هنا عميهن ويطالع من هنا مع أحسن عيشتغل بها في الملكية ويبدأ رجل كويس ويبدأ رئيش ويقود حياته بشر سعادتنا النهاردة أنه ابن طالع في الليلة قيد والحمد لله يعني وبنسكر سادة الرئيس في العفو اللي عمله ومشكوراً جداً 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 وكل سنة وطيب التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو هي فرصة لهؤلاء النزلاء لبداية حياة جديدة معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تطبق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي البرامج التأهيلية المختلفة عبدالله بركات التلفزيون المصري